اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كروشي هنعمل مع بعض واحدة نجمة النهاردة بالكروشي بسيطة وسهلة هنعمل عقدة البداية واشتغل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهروح عند اول غرزة سلسلة واشتغل فيها غرزة منظلقة نكمل معي حلقة بعد كده هشتغل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هحسب منهم ثلاثة سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة والسلسلة هتكون بين العمود والعمود اتنين 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 بعد كده هشتغل سلسلة واشتغل غرزة عمود بلفة في الحلقة واشتغل سلسلة سلسلة غرزة عمود بلفة سلسلة غرزة عمود بلفة سلسلة غرزة عمود بلفة بافضل ماشي كده هشتغل سلسلة غرزة عمود بلفة لحد ما يتكون معي اتناشر فراغ من فراغ السلسلة اللي هو ده اللي انا بعمله بين العمود والعمود يكون معي اتناشر فراغ كده هشتغلته واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى فضل لي خمسة واشتغل سلسلة غرزة عمود بلفة يبقى كده فضل لي اربعة يبقى كده فضل لي تلاتة في جربة اشتغل سلسلة غرزة عمود بلفة بعد كده هشتغل سلسلة غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة هعد الفراغات بلوقتي يعاد الفراغات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر والفراغ اللي اتنشر هرتفع سلسلة وهقفل بمنزلقة في تالت غرزة سلسلة من سليسل الارتفاع اللي كنت عملتها في بداية الدور ادخل في تالت سلسلة واقفل فيها في غرزة منزلقة اتكون معي حلقة بالشكل دا دايرة وحدة بالشكل دا هنتقل للراوند التاني وهشتغل سلسلة وهنتقل لفراغ الاتنين سلسلة دا وهشتغل فيه اتنين غرزة حشو كده واحد كده اتنين هنا في راس العمود فيه غرزة اللي هي راس العمود بلفة هدخل فيها وهعمل فيها غرزة منزلقة بعد كده هشتغل عشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة في راس العمود نفسها في نفس المكان اللي هو راس العمود هدخل وعمل غرزة منزلقة بعد كده هشتغل غرزة حشو هامل في العمود اللي بعدي غرزة حشو واللي بعدي هامل فيه غرزة حشو وهروح هنا عند الراس اللي بعدي كده بعد ما عمر سفعت العشرة سلسلة وقفلت بغرزة منزلقة هروح لفراغ السلسلة اللي بعدي على طول وهشتغل فيه اتنين غرزة حشو كده واحد اتنين وهنا هشتغل في راس الزاوية اللي هي راس العمود هشتغل فيها غرزة حشو هروح لفراغ السلسلة اللي بعديها على طول هشتغل فيه اتنين حشو واحد اتنين هروح للغرزة اللي هي في راس العمود دي وهشتغل فيها غرزة منزلقة وبعد كده هشتغل بردو نفسي دي عشان اعمل زاوية زي دي بردو هشتغل عشرة سلسلة نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وفي نفس الفرق الزاوية هدخل فيها وعمل غرزة منزلقة في نفس راس الزاوية زاوية العمود هنتقل الفراغ السلسلة اللي بعدها على طول وهشتغل فيه اتنين حشو كده واحد كده اتنين هشتغل في غرزة العمود بلفة هدخل فيها وعمل غرزة حشو بعد كده هنتقل لفراغ السلسلة اللي بعدها على طول وهشتغل فيه غرزة حشو غرزتين حشو هلوح للغرزة العمود بلفة هدخل فيها وعمل فيها غرزة منزلقة هعمل زاوية زيدي بالظبط هرتفع عشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة في نفس الغرزة هدخل فيها وعمل غرزة منزلقة هيكون بعدها فراغ السلسلة هدخل فيه وعمل غرزتين حشو هشتغل في غرزة العمود بلفة هشتغل فيها غرزة حشو هروح للفراغ السلسلة اللي بعدها على طول وهشتغل فيه غرزتين حشو هيكون عندي غرزة العمود بلفة هدخل فيها وعمل غرزة منزلقة هكون زاوية زيدي بالظبط هرتفع عشرة سلسلة وهدخل في نفس المكان وعمل فيه غرزة منزلقة بعد كده هروح لفراغ السلسلة اللي بعدها على طول وهامل فيه غرزتين حشو وهشتغل هنا في الزاوية غرزة حشو في الراس غرزة العمود بلفة هامل فيها غرزة حشو هنتقل لفراغ السلسلة اللي بعدها وهامل فيه غرزتين حشو هروح هنا في الغرزة العمود بلفة وهامل فيها غرزة منزلقة وهكاون زاوية زيدي بالظبط هرتفع عشرة سلسلة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهدخل في نفس المكان نفس الغرزة وعمل فيها غرزة منزلقة هروح لفراغ السلسلة اللي بعدها على طول وهاشتغل فيه غرزتين حشو هشتغل فوق غرزة العمود بلفة هامل فيها غرزة حشو هروح لفراغ السلسلة اللي بعدها وهاشتغل فيه غرزتين حشو هروح لفق غرزة العمود بالاخرها هامل فيها غرزة منزلقة وهكون زاوية زي دي بالظبط هرتفع عشر سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة في نفس المكان هدخل وعمل غرزة حش اي غرزة منزلقة هنا هيتبقى معي زاوية اللي هي السلسلة دي هدخل وعمل فيها غرزة حش بعد كده هقفل بو منزلقة في اول غرزة حش عملتها تكون معي وحدة بالشكل ده كده ستة زاوية واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة هشتغل في دلوقتي في السلسلة اللي انا كنت بعملها هلف الخيط على الابرة هشتغل فيها عشرة غرزة عمود بلفة كده واحد كده اثنين كده تلاتة كده اربعة كده خمسة كده ستة كده سبعة كده سبعة تمانية تسعة عشرة بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وفي نفس المكان وفي نفس المكان هدخل وعمل فيه عشرة غرزة عمود بلفة في نفس الزاوية واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كده تكونت معي اول زاوية للنجمة هسيب غرزة التانية وهروح في الغرزة التالتة وعمل فيها غرزة منزلقة بعد كده هلف الخيط على الابرة وهشتغل برضو في نفس الطريقة هشتغل عشرة عمود بلفة سلسلة عشرة عمود بلفة في نفس الفراغ كده او واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 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 تسعة عشر هشتغل تلاتة سلسلة وهشتغل عشرة عمود برضو في نفس الزاوية واحد اثنين اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة تمانية تسعة عشر كده تكونت معي تانية زاوية هشتغل هننزل للغرز الحش وهسيب غرزة التانية وارغف الغرزة التالتة واعمل فيها غرزة منزلقة وهنتقل الزاوية اللي بعدها وهشتغل بنفس الطريقة عشرة عمود بلخة اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة تلاتة سلسلة واشتغل في نفس المكان عشرة عمود بلف واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهروح للغرز اللي حشو اللي تحت وهسيب غرزة التانية وهدخل في الغرزة التالتة وهشتغل فيها غرزة منزلقة وهنتقل للزاوية البعادية واشتغل بنفس الطريقة عشرة عمود بلف تلاتة سلسلة عشرة عمود بلف هكمل بنفس الطريقة الحد ما وصل لاخر الدور وهرجع واحدة ناجمة الكروشية بسيطة وسهلة ممكن نشكلهم ونعملهم الوان ونشبكهم في بعض من الزاوية هنا ونعملهم مفرش هتدي شكل جميل قوي لو عجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك وشيروا واشتراك في القناة